تأملوا قول أمنا عائشة رضي الله عنها وأيقظ أهله إنها إشارة إلى استنفار أهل البيت جميعاً إلى مسؤولية الآباء والأمهات في توجيه البنين والبنات والأخذ بأيديهم نحو المعالي وأن نجعلهم جميعاً يشاركون الأمة في هذا الاستباق الكبير نحو مرضات الله، نحو عفو الله، نحو العافية، نحو الفوز بالجنان والدرجات العلا من الجنة هذه مسؤولية وأمانة عظيمة جزء من التربية التي ننشئ عليها ناشئتنا في منهج قويم استبصرون فيه منذ نعومة أظفارهم وغضاضة حياتهم وأعمارهم ومن شائهم وصباهم وكبرهم ومراهقتهم وشبابهم أن يبصروا في البيت حرصاً وتوجهاً في ليالي العشر واستنفاراً وإقبالاً على الطاعة ناهيكم عما يصحب ذلك في البيوت من البركات والخيرات أما وإننا في ظل هذه الجائحة نسأل الله عز وجل أن يرفع هذا البلاء عن البلاد والعباد أما إننا في ظلها قد انكفأنا في البيوت والتزمناها وقد أقبلنا واجتمعنا وتحلقنا معشر العوائل والأسر فإننا آكدوا بأن نكون أكثر حرصاً وأن يكون اقترابنا هذا اقتراباً مملوءاً بالخير والرحمة محفوفاً بالبركة أن يكون عامراً تغشاه السكينة والرحمة في أهل بيت يعيشون أيامهم ولا ياليهم فيما بقي من رمضان في هذا الاستباق الكريم وأيقظ أهله عليه الصلاة والسلام